قال الأمين العام المساعد لشؤوني الاقتصادية لحزب الجيل الديمقراطية كريم عادل قال إن الحزب عمل خلال الجلسات الحوار الوطني على تقديم رؤية متكابلة في مختلف لجان الحوار الوطني وأضاف عادل أن الحزب تقدم بمقترح يهدف إلى حوكمة الإنفاق العام منذ دعوة السيد الرئيس للحوار الوطني الحزب عمل على تقديم رؤية متكاملة في كافة لجان الحوار الوطني لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي تقدمنا فيها بمقترح متكامل بيهدف إلى حوكمة الإنفاق العام في الدولة المصرية والاعتماد على النظم الخبيرة وقواعد المعرفة في الإرادات والمصرفات وأيضا تحقيق وخلق موارد جديدة والاستفادة من القطاعات الاقتصادية للدولة المصرية الحالية ويمكن حدثنا اليوم في اللجنة سنركز فيه أو نصلت الضوء على شمولية الموازنة وتعزيز الإرادات وتعزيز موارد الدولة وأيضا ترشيد الإنفاق الحكومي لدينا بعض النقاط اللي بنرتكز عليها وهي ضرورة ضم الهيئات الاقتصادية التي تسمح الأطر القانونية لها بالانضمام إلى الموازنة العامة للدولة اشتركوا في القناة